يا رب ظلمنا نفسنا ولو ما غفرتش لينا وسمحتنا هنكون من الخاسرين كنت بصلي قيام الليل وعنايا دمعت وانا بقرأ الاية الكريمة دي حست فيها قد انا ظلمت نفسي لما مقبلتش باختيار ربنا لي وقدره فدلت استغفر كتير وادع ربنا يسمحني وقفت في شباك المستشفى اللي كنت محجوزة فيها بقالي فترة وسرحت في الفراغ اللي قدامي وانا بتعجب من قدرة ربنا ورحمته بعباده بس فوقت من سرحاني لما حست بييده بتتلفح حوالين كتفي وسمحته بيقول ها جاهز يا حبيبتي كلها كم ساعة ونرجع بيتنا انا عن نفسي جهزت الشنطة وخلصت كل اجراءات الخروج بصت له بحب وبتسمت وقلت له انت ازاي كده ازاي قادر تدي الحب ده كله من غير حتى ما تنتظر مقابل انا مش لقيا كلمة وصفق بيها والعارفة ازاي هقدر اعوضك عن كل اللي عملته معك والعارفة ازاي رديلك جميلك عليها حقيقي مش لقيا كلمة شكرة على وقفتك جنبي واحد غيرك ما كانش مجبر ان يعرض حياته للخطر عشان واحدة ما تستهلش وما قدرتش حبه رده هو بيضمني بمنتهى الحب وقال لي ما تقوليش كده انت عوضي انت النور اللي من غيره حياتي بتبقى ظلمة انا مهما اقولك من كلمات حب مش هتقدر توصف حب ليكيه ولا فرحات انك اخيرا هتنوري بيتك واتنوري حياتي من تاني ما تعرفيش البيت من غيرك كان وحش قد ايه انا كنت حاسس انه سجني مش بيتي عيني دمعت بندم على كل السنين اللي مرت علي وانا بعندي وبغباعي كنت حرمة نفسي من حب زي حب احمد لي وما كنتش فهم الفرق بين اختيار الانسان لنفسه وبين اختيار ربنا لي ما فهمتش غير متأخر قوي اسمي نور عندي خمسة وثلاثين سنة متجوزة من البشمهندس احمد جوازنا ما كانش حب بالعكس كان جواز سالونات بطريقة تقليدية جدا احمد يبقى لي بصديقتي ندا شافني مرة واحدة وبعدها فترة تفجئت انه عايز يقابل بابا ويطلب ايدي بس انا رفضت وقتها لاني ما كنتش مفكر في الجواز نهائي عسان كنت مرتبطة بعمعد زميلي في الشغل كنا بنحب بعض بقالنا اربع سنين عامد كان بالنسبة لي الحب الاول والاخير هو اول كلمة حب اسمحها واول احساس يخطف قلبي ويوقف نبضه كان من رابع المستحلات انه فكر انه سيبه او حتى بعد عنه بس مشكلته كانت ظروفه المادية كانت صعبة شوية زي اي شاب في بداية حياته مش معالي يخليه يتقدم ويخطبني وانه يقدر يفتح بيت في الوقت الحالي ده غير انه مسؤولة عن امه واخواته ومع الحاحي والخوفي من كلام الناس علينا في الشغل اضطر انه يتقدم لبابا بس للأسف بابا رفضه بسبب ظروفه بس انا ما يقستش وفضلت مصممة على ارتباطنا واتفقت معاني احنا نصبر شوية ونساعد بعض لحد ما نكون نفسنا وبعدها يبقى يتقدم لبابا من تاني واكيد وقتها بابا مش هيرفض وفضلت احوش اي فلوس معايا وديها له لدرجة ان انا اللي جبت الشابكة لنفسي وكنت بعمل بالمرتب جماعيات وابضع في الاول لحد ما جبت شاق ايجار جديد بعقدة خمس سنين وفرشتها كمان كنت بساعده وانا على يقين ان عمري ما هكون لحد غيره واخيرا جي اليوم اللي كنت مستنياه وعن حق حلمنا وان كل بعض ومع ذلك كنت حاسة نبخون ثقة اهلي في ايقا وده كان احساس بيموتني كل دقيقة عشان كده اتصلت على عمد وقلت له اظن كده ملكش حجة شقة وموجودة وموجودة كمان بعفشها والشابكة وديها معاك وفترة الخطوبة يا دوب نحوش مبلغ لتجهيزات الفرح رد علي وقال لي تفتكري اهلك هيوفق علي ولا هيرفضوني تاني قلت له المرة اللي فاتت كان عشان ما عندكش شقة ولا معاك تجيب شبكة انما دلوقتي الوضع تغير دحك بتريعه وقال لي هي الدبلة والمحبس والغوشتين بتسميهم شبكة ولا الشقة اللي بعقد الايجار المؤقت بتسميها شقة انت كده متوقع ان اهلك اول ما روح لهم وقلهم اني بقيت جاهز ادوني بنتكم هيوفقوا انت عايشة في احلام وردية الحياة ومرها ما تستقر بعقد ايجار مؤقت ولا المشكلة كانت في الشبكة المشكلة ان اهلك شايفيني اقل منك عشان انا معايا مؤهل متوسط وانت مؤهل علي ردت عليب عصبية وقلت له خانا ما عرفش انت بتسددها في وشي كده ليه اللي اسمعك كده يقول انك مش عايزني وان انا اللي رامي نفسي عليك رد وقال لي ابدا المشكلة ان انا واقية اكتر منك ومش عايز اعشب نفسي بحاجة صعب انها تتحقق بص يا نور انا صحيح بحبك حب لو توزع على عشاء الدنيا الكافيهم قلت له مال في ايه مالك كل محلها ليه بتسدها في وشي رد وقال لي عشان انا متأكد من رد فعل ابوك انا نفسي لو جالي عريس لاختي في نفس حالتي هقول له روح يا بابا العب بعيد بنات الناس مش لعبة ومش هوافق انها تضيئ احلى سنين عمرها مع واحد ملامح مستقبله مش بينها قلت له انا هقف جنبك وهقول لي بابا ان استحال اتجوز غيرك وهقول لهم لو رفضتهمات هموت نفسي واكد وقتها هي وفقه ما تنساش اني بنتهم الوحيدة واكد هيخافوا علي رد بتنهيدة وقال لي خلاص يا نور هعمل اللي انت عايزاه بس يكون في علمك انا مش هقبل ان ترفض من اهلك للمرة التانية هانا كله اللي قرمت ما عرفش ليه قلب تقبض وقتها من كلامه بس ما فهمتش الرسالة كويس لاني كنت لغي عقلي تماما حبك نعميني ومخليني مش شايفة وجي اليوم اللي عماد هيقابل في بابا واللي كنت خايفة منه حصل بابا قال له هتعايشها فين ولو الشقة راحت هتأكلها منين من مرتبك اللي مش هيكفيكم عشحاف بعد ما تدفعوا الإيجار ولا هتخليها هي اللي تصرف على البيت عماد قال له بنرفزة هاي المشكلة هنتعب شوية في البداية بس اكيد فترة وهتعدي مدان في بيننا حب رد بابا وقال له هتأكلها حب وهتسكنها حب عارف يا ابني لو كنت فعلا بتحبها ما كنتش تحكم عليها بالارتباط بواحد في ظروفك ردت وقلت له بس انا موافقة يا بابا موافقة على عماد عشان بحبه وانا واسقا اني هتحمل معاه الحياة حتى لو كانت صعبة بابا قال لي الكلام جميل وسهل لكن الفعل صعب بص يا ابني انا هعمل معاك اتفاق عشان ما بقى الظلمتك وظلمتها انا هديك مهلة سنتين ثلاثة تحاول فيهم انك تغير ظروفك دور على شغلانة تانية او شوف لك سفرية وانا هساعدك انا اعرف واحد صاحبي ممكن يشغلك معاه شركته بعد الدور وهو تحاول تحسن من مستواك على اقل اضمن لبنتي الوحيدة حياة كريمة عماد قام وقف لانه فيهم ان بابا بيرفضه بالزوق واستأذن ومشيه وقال لي انا كده عملت اللي عليا وقال ظن انا كده عداني العيب وما تبقش تزعلي بقى من اللي هعمله فدلت عايت وانا بقالهم بابا قلت له لي يا بابا ما كنت توافق عليه هو زنبه ان ظروفه صعبة بابا وقتها اخدني من درعاته وقال لي انا مرفضتوش انا اديته فرصة لو عايزك وبيحبك هيفحط في الصخرة عشانك بس ده شخص ضعيف مستسلم لظروفه رافض يتعب وعايزك بالسهل الحب الحقيقي يا بنتي فعلا مش كلام وانا عشان بحبك استحال اضح بك الواحد ما حلتشغل شوية كلام انت جوهرة ومش هفرد فيك ولا رميك لأي واحد والسلام قلت له لا يا بابا عماد مش كده انت اللي جاي عليه وبتعجزه زعق في يا بابا وقال لي انت ليه مش قادرة تفهميني هو عملك غسيل مخ ولا ايه والاول مرة بابا يقس علي في قرار وحجم علي الناس بالشغل ومخرجش من البيت كنت هتجنن وانا بحاول اوصل لعمات بأي طريقة بس ما كانش بيرد عليها وبعد فترة صدمت لما عرفت ان عماد تجاوز المديرة بتاعتنا في الشغل اللي اكبر منه باكتر من عشر سنين عرمالة وعندها شقة تمليك جاهزة من مجميعه ده غير مرتبها المحترم ما كنتش مصدقة ازاي عماد يعمل كده يعني كلام بابا كان صح حبه ليه كان مجرد كلام وانه اول ملاحيه افضل مع غيري اختاري الاسهل الصدمة كانت شديدة علي تعبت جدا ومرت بيه الاياب بصعوبة وفي الوقت ده تقدم لي احمد اللي وفقت عليه من غير تفكير لمجرد انه رد على عماد واهيره وردله القلم واتجوزت احمد بسرعة لان ظروفه كانت كويسة بس اول ما دخلت بيته حسيت ان غلطت غلطة كبيرة قوي في حق نفسي مع ان احمد كان طيب ومتدين ويعرف ربنا بس انا ما قدرتش احبه كل تفكيري فهمت ما قدرتش انساء كنت كل يوم انام ودموي على المخدة والاحساس الخيانة مسيطر علي احمد ملو الزنب ان اظلمه معايا وعشان كده كنت بطلب منه الطلاق باستمرار بس احمد كان راجل بجد وتحملني على امل ان احبه في يوم من الايام وعملني مما يرد الله كنت حسن ما استحقش المعاملة دي بعد كل اللي كنت بعمله معايا انا وصل بيا الامر ان رفضت ان اخلف منه وحرمته ان يكون اب ومع كل ده كان صابر علي على امل ان اتغير في يوم من الايام بس القدر كان ليه رأيه تاني وكان بياخد حق احمد مني في يوم تعبت جدا ولما احمد اصر ان يوديني المستشفى هناك عرفت ان جالي سرطان في الكبد وفي مرحلة متأخرة جدا ولازم يتم استقصاله وتفاجئت بموقف احمد اللي وقف جنبي بكل شهامة لدرجة انه اتبر عليها بجزء من كبده وفي دل واقف جنبي وما تخلاش عني في يوم ما شعري وقع من الكماوي وشكل تبدل ونفسيتي كانت مندمره بس ما فيش مرة حسيت ان حبه قل او زهق مني بالعكس كنت بشوف لهفته علي لما اخرج من جلسة الكماوي والاول مرة شوف الدنيا بنظرة تانية وعرف المعنى الحقيقي للحب شوفت احمد وكأني اول مرة عرفوه حسيت بحبه بيجبر فقلبي مع كل يوم بيمر علي وبشوفش هامده جدعنته عرفت معنى الحب الحقيقي اللي كان دعمه سندلي عرفت وقتها قيمة كلام بابا لما قالي الكلام سهل انما الفعل هو اللي صعب ندمت ولومت نفسي كتير لومت نفسي ان ده حرمت نفسي من حب واحد زي احمد وانا ضيعت على نفسي فرصة ان بأم بس للأسف كان وقت الندم عد وفات انا عرفت غلطتي بس بعد فوات الاوان يمكن لو كنت اديت لنفسي فرصة ما كانش الكل ده خصل يمكن لو كنت فهمت كلام بابا ما كنتش ضيعت عملي وظهرت شبابي وانا دلوقتي بعاية على اللبن المسكوب بس اكيد ربنا راحيم بعباده صحيح انا مش هقدر بأم الفترة دي بس احمد كان لي زوجه واب وابنه وصاحب كمان احمد قدر يحتويني وكان العود من ربنا لي وكان الايد اللي شالتني في وقت المهنة وعد بيا طريق المرض ويداني الامل في الحياة من تاني عن الحد هنا خلصت حكايتي وعايز اقول لاي بنت بتسمعني اختاري صح اختاري الراجل اللي يشيلك ويكلك ظهر وسند لو مال بيك الزمن واعرف ان اختيار ربنا ليك ايه احسن الف مرة من اختيارك لنفسك وان مفيش ملجأ من مصائب الدنيا غير التدرع بالدعاء والتقرب لربنا بالصلاة والطع وقتها بس هتحس بعوض ربنا وتفهم حجمته وربنا قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وعسى ان تقره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة